بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا بكم في درس جديد من سلسل دروس مايكروسوفت سيرفر الفان وثمانية اللي بنقدم لكم تحت رعاية وموقع وقف اونلاين ان شاء الله في الدرس دوت وفي اه الدروس اللي جاية هنشوف اه اه حاجات متقدمة او دروس متقدمة عن التعامل مع الوجهات طبعا احنا كنا تعاملنا قبل كده مع الوجهة ولكن هنشوف اه ادوات متقدمة التعامل متقدم مع الوجهة مع الانترفيس مع او الانترفيس طبعا احنا ممكن نستخدم اي اي برنامج من برامج سواء كان اه او او لو نزلنا كلها او لو حبينا ان احنا مسلا نتعامل مع او اه زي ما احنا عايزين كل الكلام دوات ان شاء الله هيكون اه يعني الاختلافات ما بينها بسيطة طبعا انا المرة اللي فات كنت بتعامل مع الفين واتناشر المرة دي انا هتعامل مع الفين وتمانية الفرق مش هيكون اه فيه فرق اصلا هيكون حاجات اه يعني بسيطة جدا بس فيه اماكن تواجد الادوات ولكن كله ان شاء الله هيكون هو نفس الطريقة اللي احنا بنتعامل بها سواء الفين وتمانية او الفين وعشرة او الفين آآ واتناشر. لو فتحت الفين وتمانية الفين وتمانية دلوقتي معنا دلوقتي اشتغل به فهقول له ان انا عايز وهقول له انتر فيس ديمو هنعمل مراجعة سريعة على اللي احنا كنا شفناه قبل كده وبعد كده ان شاء الله هناخد حاجات متقدمة اه كان من من الفين واتناشر كنت بفتح عشان اجيب قيمة اللي هي بتاعت الداة كنت بفتح وبعد كده كان بيبقى عندي ويندوز وباخد منها الداة هنا من قيمة الداة وبقول له دي شاشة بقول له ان انا عايز اضيف داتا سورس دي عبارة عن الكنيكشن طبعا انا لسه ما عملتش فهقول له ان انا هعمل مع السيك والسيرفر واللوكل وهاختار قاعدة البيعينات النورت ويند وهعمل تاست كونيكشن اوكي عادي كرة كتاب لي طبعا جملة كونيكشن سترنج هقول له نيكست عايز اسمي كونيكشن سترنج بتاعك ايها سيبو زي ما هو نورت ويند كونيكشن سترنج اا دلوقتي هيسألني ايه الحاجة الابجيكس اللي انت عايز ساخدها من الداة بيزز عندي 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 لو في فانكشنز هتبع موجودة انا هقول له ان انا عايز بس وعايز مش هنشتغل احنا دلوقتي مع وهاقول له فينيش اه بسيطت هنا في ادي في الجميع الجداول وجميع اه اه طبعا اللي كانت موجودة في الداة بيز انا هاخد جدول وهاسحبه وهحطه هنا على الشاشة احنا شفنا بكده ان بيحط لي شوية ادوات وبيحط لي آآ وبيحط لي آآ ممكن احنا نتعرف بس بسرعة على الحاجات ديت آآ عندي هنا طبعا احنا شفناه ان هو الجملة جملة الاتصال بقعدة البيانات بتاعتي الداة سيت بيبقى في ادي هنا هلاقيه هنا حطي لي داتا سيت في ده بيبقى حاجة زي آآ مكان آآ بيحتفظ به بنسخة من قعدة البيانات بتاعتي بيبقى مكان بيحتفظ فيه بنسخة من قعدة بتاعتي حيس ان انا آآ ما بقاش متصل على طول بقعدة البيانات يعني احنا عندنا في قبل كده في الازارات القديمة من كان دايما عشان نتعامل مع القعدة البيانات كنا بنفضل فتحين الاتصال على طول وبنشتغل بها ولكن في آآ بيعمل لي حاجة اللي هو الوضع المنفصل دوت ان انا ما باتصلش بقعدة البيانات غير عشان ان انا اعمل عملية حفز سواء مسلا اضافة سجل او حزف السجل او تعديل على سجل دي بيفتح قادة البيانات يعمل الامر اللي انا دي طوله بيعمل للأردر اللي انا دي طوله وبعد كده بيقفل قادة مع قادة البيانات تاني بكده بيريح الجهاز ما بيبقاش قادة البيانات عليها ضغط آآ كتير طيب احنا شفنا الكلام دوت عندي هنا التابول ادابتر اللي بياخد من الجدول اللي انا هشتغل عليه وبيحط فيه آآ بياخد الجدول وياخد الجمل بتاعتي ان انا اه اللي انا هشتغل به او ايه اللي انا هعمل فيه او بس ان هنا ادي هوت بتاع ادي بتاع بتاع يبقى كل جدول بيبقى دي بحيس ان انا اقدر ان انا اعمل له جملة فيه واجيب المعلومات اللي انا عايزها من الجدول دوت. طيب في عندي هنا دوت اللي انا باستخدمه للتنقل ما بين السجلات. يعني جوه الجدول نفسه. اللي بيخليني ان انا لما دوس هنا يديني على السجل اللي بعديه وهنا على السجل اللي قبل وهنا على السجل اللي مش عارف ايه هو السجل الجديد. والحاجات ده الكل ده اللي مسؤول عنها في عندي اللي هو الشريط دوت. الشريط نفسه اللي بيحتوي على الادوات بتاعت اه لو بصيت كده في بتاع بلاقي ان عندي او بتاع بلاقي ان هو اضاف لي مجموعة اكواد انا ما حطتش فيها اي حاجة. طيب كل الكلام ده طبعا احنا شفنا قبل كده وشفنا ان انا لما بعمل للبرنامج البرنامج بيشتغل البروجيكت بيشتغل وبيجاب لي جميع البيانات اللي فيه. وشفنا زي ان انا بتعمل من هنا مسلا اقولت له انا عايز خمسة بيوديني على طول على لقم خمسة. طيب. تخيل كده حضرتك انا عايز اه اعمل بحس عن طريق عايز اعمل تصفية عن طريق يبقى دي اول حاجة جديدة هناخدها ازاي ان انا اعمل بحس مخصص بالنسبة لقاعدة او بالنسبة للجدول اللي انا شغال فيه. فانا هنا هحط اه تكست بوكس من هحط تكست بوكس هحطه مسلا هنا. وهاحط هخلي التكست خاصية بتاعت اللي بول مسلا اا اا بحس والتكست بوكس هغير خاصية بتاعته هخليها طيب انا عايز دلوقتي اقول له برضو هنا طبعا انا لسه محطتش اي كود لسه محطتش اي حاجة فبالنسبة لنا لما حط اي حاجة هنا مفيش اي مشكلة مفيش اي حاجة حصلت هناخد كده مسال سريع ازاي ان انا اا لما باجي بقول له هحط برضو هنا اا بوتن وهتديره مسلا اسم ابدأ البحث او طبعا تكست ابدأ البحث طيب هقول له دلوقتي ان انا عايزك والله لما هحط هنا اسم سيتي ولما تقول لي ابدأ البحث يعمل لي تصفية على او يجيب لي جميع طبعا بيعمل لي تصفية ويجيب لي جميع اللي هما في الستي داية. تعالا الاول هنخش على اللي احنا احنا شفناها. وهخش على الجدول هشوف فين الجدول بتاع اه دي الجدول بتاع طبعا هنا بتاعه بيقول ان هو لو بصيت كده بقول له ممكن انا اقول له عشان هشوف شكل عامل ازاي اه دي الجملة بتاعته كذا وكذا 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 طبعا احنا كنا قيل انه نعمل ممكن انا بقول له كوري بيلدر عشان انا ابتدى ان انا اتعمل مع الكوري دوت. طيب انا دلوقتي عاوز اعمل كوري جديد. هقول له اد كوري. طيب الكوري دوت هيكون عبارة عن ولا ولا هنستخدم موجود ابل كده. يعني اما اه هنستخدم موجود ابل كده في قادة بيانات. لا انا هعمله على جملة. طيب عايزوا عايز نوع جملة اسي كيو ال سيليكت ويتش ريترن اه روز يعني هنختار نيرجع لي ان جميع الروز اللي بنطبق عليها جميع الصفوف او السجلات اللي بنطبق عليها الشرط دوت اه يعرضها لي ولا هيجيب لي سينجل فاليو سيليكت ويتش ريترن اه سينجل فاليو يعني هيجيب لي واحدة بس ولا هنعمل ابديت هنعمل جملة ولا هنعمل جملة ولا هنعمل جملة لأ انا عايز سيليكت ويرجع لي اكتر من اه صف. طيب ده ادي جملة بتاعتي انا هعمل له دلوقتي وهاجي عند لأ احنا قولنا عايزين وهاجي عند الفيرتر وهعمل علامة استفهام بالشكل دوت ده كده هو طبعا قال لي برام وان يبقى انا كده بدي له ايه برامتر هيشتغل بي برامتر هيشتغل بي اه انا الاول هشيل البرامتر دوت من غير برامترز وهقول له سكيوت كويري هاخد مسلا ستي من اللي موجودين فيهم مسلا بررين وهاجي هنا تاني على ستي هقول له يبقى ان انا دلوقتي هيعمل لي تصفية على اللي بيسوي ده برامتر فهو كده ما يعرفش ايه اللي انا هاختارها فلما باقي دلوقتي بقول له بيسألني بيقول انت عندك برامتر البرامتر دوت هحط لك فيه ايه هحط لك في برلين ادي كده عمل لي بالزبط على الحقول اللي فيها كلمة برلين طيب تعالوا كده نشوف هنا هسمي دوت ايه هقول له فل باي ماشي ما فيش مشكلة لان هو طبعا اه مش جيت داتا بقى جيت داتا يعني هيجيب البيانات كلها انما دوت جيت داتا باي ان انا هتدي له شرط وهنا سامري اوكي دعالوا نشوف اه هنتعامل ازاي في الفورم مع الكلام دوت وزاي ان انا اقول له ان البرامتر اخده من قيمة التكست بوكس هدوس على زرار الزرار اللي احنا عملنا دوت بصوا اعمال لي جملة استدعاء جاهزة هو اعمال لي جملة استدعاء جاهزة اللي بيفتح بها اول ما بيفتح آآ الفورم ديت انا اخدها بس اغير هنا احنا قلنا ان انا عندي الجديدة ديت الادابتر الجديد اسمه فانا مش عايز الفل لا انا عايزها فل باي يبقى هضيف انا كلمة باي طيب دلوقتي لو اشتبت كده هتبصوا هتقيم ديني ايرور ليه من ديني ايرور لانهم استني مني برامتر قيمة البرامتر اللي انا الدتاله طب البرامتر ديت اخدها من من فين اخدها من تكست آآ سوري اخدها من تي اكس تي سيرش دوت تكست يبقى اخدها من خاصية التكست بتاعة التكست سيرش تعالوا كده نقول له نشغل كده البروجيكت ونشوف لما احط له هنا في التكست بوكس كلمة برلين كلمة مسلا اه ميكسيكو دي اف اخدها ونحطها هنا بيست وقول له ابدأ البحس ادي كده اعمالي تصفية بالفعل على جميع اللي هم في مدينة ميكسيكو اه لو شلتها وقول له ابدأ البحس هجاب لي جميع اه جاب لي آآ كده انا ممكن طبعا اعمل اعمل آآ زرار تاني هنا جنبي مسلا هحطه آآ في النهاية هنا هقول له دوت آآ مسلا اعرض اعرض الكل عرض الجميع وطبعا تحت الزرار دوت هحط له نفس الكود اللي موجود في الفورم لود في حدس الفورم لود هخلي هنا في حدس الفورم كليك يبقى دلوقتي لو جيت كلا ادي مسلا لندن خوبي وهنا بس تقول له ايبدأ البحس جاب لي جميع اللي في لندن لو عايز بها دلوقتي ان انا اعرض جميع الحقول بقول له عرض الجميع ادي بالفعل عرض الجميع طيب ده بالنسبة لو انا عندي طبعا ده بالنسبة لي انا لو انا عندي عارف انا هدور عن ايه وعارف حروفه عامل ازاي وعارف شكله عامل ازاي وكل حاجة انما انا لو مش عارف الكلام دوت عامل ازاي عايز مسلا ندور على الكمبني وانا مش فاكر الكمبني مكتوبة ازاي عايز اعمل بحس بلايك لو نفتكر جملة يبقى انا عاوز اعمل بحس عن طريق جملة هقول له وطبعا آآ الكلام ده مش محتاج شرح تاني هقول له هنا عند الكمبني نيم تعالى في الفلتر بتاعك وقول له طبعا لايك معاها احنا عايزين علامة في المية زائد طبعا احنا عارفين ان النصوص بتتحط ما بين اتنين ولكن بما ان دلوقتي انا مش عارف القيمة اللي هتتحط فلازم بعملها بالشكل دوت ان انا بقول له ادي فتحت وقفلت وحطت ما بين جواه علامة زائد وبعدين حطيت اللي هو اللي هو علامة وبعدين حطيت مثلا اللي هو الجزء التاني آآ او اللي هو عشان يبقى يدور لي على الحروف اللي هتحتوي على الحرف اللي انا هحطه له هنا لو حطيت له ايه هيجيب لي جميع اللي بيحتوى على حرف الا هنا بيقول في خمسة وسبعين سجل هحط مسلا ايه ان لقيت ان هو صفهم لي اللي تلاتة وعشرين اللي هما بيحتووا على حرف ايه ان وراء بعض طيب هنا اوكي اه هنا طبعا هسميه وجيت ما فيش مشكلة آآ هاجي هنا في انا عايز زود تتحرك معايا كل ما اكتب حرف في يبتدي ان هو يصفي لغاية لما يجيب لي اقرب حاجة كل ما باكتب حرف يصفي 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 لغاية لما اوصل لاقرب حاجة انا عايزها ببتدي ان انا اجيب بيانات السجل دوت فبستخدم طبعا ببقى معلم هنا على التكست بوكس وبدوس وبخش على صفحة الاحداث وبختار من خلالها الكي طبعا العارف العارف في او الكلام ده بالنسبة له كلام بسيط جدا آآ يعني اتمنى ان انتم يكون عندكم مبادئ او او لو ما فيش طبعا الاخ احمد الزيني ربنا يبارك فيه حاطة كورس جميل جدا جدا ليه اا لو حبينا ان احنا نعرف اكتر عن ولكن احنا طبعا يعني ديت الحاجات السريعة اللي احنا ممكن نعملها بدون ما نحتاج ان احنا نكون عندنا خبرة كبيرة او اا طيب هنا هقوله ان انا عايز يبقى انا اخدت نفس الجملة دي اتخدتها بس انا بقوله ان انا عايز هنا بيقول ان هتبقى في حدث التي اكس تي سيرش يبقى مجرد ان انا بشيل ايدي من على الزرار اللي انا كتبته بيبتدي ان هو بيعمل اا بينفز الحدث او بينفز الاجراء دوت ان هو بيعمل وبيشوفها على حسب طيب تعالوا كده نشوف مع بعض ايه اللي هيحصل طبعا انا هنا عملها له بيه الكمبني الكمبني نيم تعالوا كده نشوف اه ايه زي ما احنا شافين صفلنا يعني هنا كانوا واحد وتسعين سجل لما حطيت ايه خلهم لي خمسة وسبعين سجل ايه اس مسلا خلهم لي عشر سجلات كل ما هكتب حرف هيبتدي ان هو يصفي على قد الكلام اللي بيحتوي على الحروف ديت اه متتالية كده ديت يعني اهم اشياء موجودة او يعني دي الحاجة اللي احنا نعتبر ان احنا محتاجينها او محتاجين نعرفها بالنسبة للانترفيس اه ان شاء الله في الدرس الجاي هنعرف ازاي نتعامل مع التقارير بالفاجول بيزيك التقارير اللي احنا كنا عملناها قبل كده في سيرفر بالريبورت سيرفز هنعرف ان شاء الله ازاي نتعامل معها من خلال الفيجول بيزيك ونبتدي ان احنا آآ نقدر نعمل مشروع كامل بقى بالحاجات بالمعطيات اللي معنا آآ شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته